نظمت وزارة صناعة والتجارة والسياحة وبمشاركة أمانة العاصمة وغرفة صناعة وتجارة البحرين جولة تفقدية للأسواق المركزية في المنمى وذلك للتأكد من استعدادها والتحقق من توافر السلع والمنتجات الغذائية فيها وضمان استقرار أسعارها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تدأب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الشأن على تكثيف جولاتها التفقدية للأسواق التجارية الحيوية في المملكة وذلك بهدف الوقوف على جاهزيتها والتحقق من كسرة السلع الغذائية الأساسية فيها وعدم حجبها عن المقبلين على شرائها نحن يعيين حقيقتنا إلى ثلاث محاور رئيسية يعني حقيقتنا نحن نوقف عندها اللي هو وفرة المنتج من ناحية الفواكه والخضروات وثبات الأسعار مع تطميننا أن راح الأسعار تكون إن شاء الله في شهر رمضان الكريم أفضل من اليوم كأسعار راح تنزل إن شاء الله وكذلك جوداتها ومع بدء أيام شهر الخير تشهد الحركة الشرائية قفزة في مؤشراتها من خلال إقبال المستهلكين على متاجر بيع مستلزمات المائدة الرمضانية من خضار ولحوم وفواكه وأسماك وسلع ضرورية يزداد الطلب عليها بشكل واضح في هذه الفترة تحديدا الأمر الذي يستوجب تزويد السوق بالكميات الوفيرة من هذه المنتجات مع الأخذ بعين الاعتبار التأكد من ثبات الأسعار الحقيقية لكل منتج دون التلاعب بقيمتها خصوصا في أيام الشهر الفضيل المفاتشين هم متابعات السوق من ناحية الأسعار ناحية المتطلبات التجار في السوق المركزي وقياس جميع الفواكه والخضروات في حال إذا فيه المنتج منخفض أو في وضع طبيعي كل الأصناف متوفرة كل البضاعة متوفرة الأسعار في متناول الجميع نحن بس نأكد أن التجار ما عندهم أي مشكلة والحركة تكون انسيابية لاحظنا تقدم ملحوظ في عمليات تنظيم البيع كل البضايع موجودة اليوم البضاعة البحريني التي كانت تنتج حوالي 8% اليوم وصلت ليس 17% لإنتاج المحلي تطمننا اليوم على أن المخزون الغذائي متوفر والواردات والإنتاج المحلي بعد متوفر فيه دعم كبير للإنتاج المحلي في منطقة سوق المركزي في المنامة عندنا تقريبا 20% من الفرشات والتجار الذين يمارسون نشاط بيع المواد الغذائية أهم من الإنتاج المحلي كعدد فيه عندنا أكثر من 130 مزود ومنتج بحريني يمارسون نشاطهم في منطقة السوق المركزي بناء على توجيهات الحكومة الرشيدة التجار البحرينيين الموجودين في السوق المركزي حيئت كافة أنواع الخضار الفواكه بنواسفة شهر الرمضان ونحن نطمن المواطنين المستهلكين أنه لا يكونون عاملية التغزين وأسعارنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كميات المتوفرة ما بيكون في ارتفاع أسعار ودائما ما توجه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتبضعين إلى ضرورة عدم التهافت والتزاحم على شراء مستلزمات الشهر الفضيل والاكتفاء بحاجة الأسرة دون تكديس للسلاع والمنتجات في المنزل إضافة وضمن معطيات الظرف الصحي الراهن لا بد وأن يتم رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء أثناء ذهابهم للأسواق والمتاجر لمنع حدوث انتقال لعدوى الوباء وما قد يترتب عليهم من ارتفاع مفاجئ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا منعا لظهور أي تجاوزات قد تحدث من قبل بعض التجار تستغل حاجة المستهلك لضروريات شهر رمضان المبارك تم تنظيم هذه الزيارة لمعرفته كفاية سوق المنامة المركزي من المنتجات الغذائية ولطمأنة المواطنين والمقيمين بوفرة تلك السلع في الشهر الفضيل وما بعده لتلفزيون البحرين محمد الشيدات